نجح فريق الكويت بالفوز في المباراة النهائية لكأس كرة اليد ليسجل بذلك اللقب العاشر في تاريخه والسابع على التوالي وذلك على حساب العربي بعد قمة كبيرة جمعت بين الفريقين ليجمع بذلك الأبيض الثنائية الموسم بعد فوزه من بطولتي الدوري والكأس بجدارة واستحقاق إلى التفاصيل واصل نادي الكويت هيمنته على كرة اليد الكويتية عندما تمكن الأبيض من تحقيق الثنائية وجمع بين بطولتي الدوري والكأس بعدما فاز على خصمه العربي في نهاي كأس الاتحاة مباراة كبيرة جمعت بين الطرفين على صالة الشيخ سعد العبدالله وانتهت للكويتاوية بنتيجة 26 مقابل 20 الحمد لله عندنا جال اعتمدنا عليهم ممكن مباراة الكأس ما تتحمل أي خسارة لكن الحمد لله هذا الموسم ختمنا نفس الموسم السابقة وان شاء الله يا رب ان شاء الله عندنا بطولة جاية ما عندنا وكفة وان شاء الله جاء العميد قدها ان شاء الله والزعام ان شاء الله العميد الذهب ان شاء الله قمة كرة اليد أوفت بوعودها حيث قدم فيها الفريقان مستوى قويا ولكن الأبيض صاحب الكعب الأعلى في السنوات الأخيرة أثبت تفوقه عبر خبرة نجومه الكبيرة التي منحتهم الفوز بجدارة والتفوق طوال فترات المباراة المباراة كانت حلوة العربي فريق كبير قدم مباراة كبيرة بس الكويت كان أفضل والحمد لله على كل حال وان شاء الله زعام قريبا الفريق أثبت انه على قلب واحد انه ما فيه نجم كلنا نجوم حمد لله رب العالمين وهذه النتيجة من التمرين ومن الأداء من أبو خالد ممقصر وسيد الرئيس النادي خالد غانا ممقصر وهذه النتيجة حمد لله رب العالمين نوعدكم إن شاء الله مستوى أقوى والجاية أفضل إن شاء الله الكويت يحقق الثنائية ويواصل بسط سيطرته على كرة اليد الكويتية دون منافس في السنوات الأخيرة بعد فوز مستحق منحه لقب الكائس للمرة العاشرة في تاريخه والسابعة على التوالي عادل عنزي لتلفزيون دولة الكويت